بعد أن هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتي ريش اللبنانيين بإجراء الانتخابات النيابية دعاهم إلى تشكيل حكومة جامعة تلبي طموحات الشعب اللبناني وتنعيش آماله بإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين. الأمم المتحدة أفادت في بيان أن جوتي ريش دعا الأطراف اللبنانية لتشكيل حكومة جامعة على وجه السرعة تتمكن من إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع الإصلاحات المطلوبة لتحقيق النهوض الاقتصادي الذي يضع حدا للأزمة المتفاقمة في البلاد. ولفت البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يعويل على البرلمان اللبناني الجديد في إقرار التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة. مناشدا في الوقت نفسه القادة السياسيين العمل سويا من أجل مصطحة الشعب اللبناني. وفي سياق النتائج الأولية للانتخابات رجحت مصادر متحالفة مع حزب الله خسارة الأخير وحلفائه لأغلبيتهم في البرلمان اللبناني. مشيرة إلى أنه وبحسب الإحصائيات الأولية فإنهم لن يحصلوا على أكثر من أربعة وستين مقعدا حيث يمثل ذلك انخفاضا منحوظا عن الانتخابات الماضية والتي حصلوا فيها على واحد وسبعين من أصل مائة وثمانية وعشرين مقعدا في المجلس النيابي. في المقابل ضمين حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع أبرز خصوم حزب الله السياسيين والمنافسة المسيحية لحزب التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل فوزه بأكثر من عشرين مقعدا وفق النتائج الأولية. وسيتعين على البرلمان الجديد اختيار رئيسا له ومن ثم تسمية رئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة كما من المقرر أن ينتخب النواب رئيسا للبلاد حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في تشرين الأول أكتوبر القادم.